بالفيديو، أول رد لوالدة دنيا بطمة ليلة الطاسي على تحفة، بعدما قال عنها مريض نفسانياً، أولاً، وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، نشرت ليلة الطاسي والدة دنيا بطمة، مجموعة من المنشورات عبر حسابها على الإنستجرام، للرد على تصريحات المؤثر المغربي تحفة. كان تحفة قد نشر فيديو على الإنستجرام، مدعياً أنه يمتلك معلومات خطيرة عن دنيا بطمة، وأنه الوحيد الذي يعرف أخبارها الحقيقية، وادعى في الفيديو أن دنيا بطمة تعاني من اكتئاب حاد، وحالتها النفسية متدهورة، تستدعي تدخل الأطباء النفسيين لتقديم العلاج اللازم لها. ردت ليلة الطاسي على هذه الإدعاءات عبر خاصية سطوري في حسابها على إنستجرام، قائلة حسبنا الله ونعم الوكيل، يكشف عنا الكروب، يزيل عنا الخطوب، يغفر لنا الذنوب، يصلح لنا القلوب ويذهب عنا العيوب، وفي منشور آخر قالت من يكذب كذبة لا يدرك مدى ضخامة الفعل الذي يفعله، فهو مجبر على اختراع عشرون كذبة أخرى لكي يحافظ على الكذبة الأولى، قناع أبيض لروح سوداء. من خلال هذه المنشورات، نفت ليلة الطاسي تماما صحة ما قاله تحفى، واعتبرت أن هذه الإدعاءات مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وأكدت في منشور آخر عندما تشوه سمعة أحد، تأكد أن دورك قادم، فكما تدين تدان. بهذا الرد الحاسم، أكدت ليلة الطاسي أن الفنانة دنيا بطمة في حالة جيدة، ونفت بشدة الشائعات التي أطلقها تحفى، مشددة على أن الكذبة والافتراءات لن تدوم، وأن الحقيقة ستظهر دائما في النهاية.